والتي تسمى بالمثلتات الخاصة وهي متلة قائم ساوية متلة متساوي الأطلع ومثلة متساوي الساقين والمثلة بشكله العام أو بصفة عامة هو متلة مختلف الأطلع على الثانية سوف نأخذ قياس 8 سنتيمتر من على المسترة إذن الإبرة على التدريجة الصفر والرأس القلم على التدريجة 8 يعني بهذه الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حصتنا البنائية ستكون مع درس المثلتات تصنيف وإنشاء الأهداف ولن تعرف أنواع المثلتات وتصنيفها تبعا لخاصياتها ثانيا إنشاء المثلتات بمعرفة أبعادها باستعمال أدوات العندسية المناسبة فلنبدأ على بركة الله بتقوين تشخيصي يتم أثناءه تذكير المتعلمين بمفهوم المثلت إذن ما هو المثلت؟ المثلت هو مضلع ثلاتي يتكون من ثلاثة أطلع كل ضلع عبارة عن قطعة مستقيمية كل قطعتين تلتقيان في نقطة تسمى بالرأس نقول أن المثلت مضلع ثلاتي يحتوي على ثلاثة أطلع وأيضا على ثلاثة رؤوس كما أن كل ضلعين يلتقيان في نقطة يكونان زاوية وبالتالي المثلت يحتوي على ثلاثة زاوية إذن المثلت مضلع ثلاتي يتكون من ثلاثة أطلع ثلاثة رؤوس وثلاثة زاوية إذن ما هي الأدوات الهندسية المناسبة لمعرفة قياسات أطلع المثلت وللتأكد من تقايس أطلعه لمعرفة قياسات أطلع المثلت نستعمل أو نستعين بالمسترة نقوم بقياس قطع الأول الرأس عند التدريجة 0 الرأس الثاني عند التدريجة 12 وبالتالي قياس هذا الضلع هو 12 سنتيمتر الضلع الثاني كذلك بنفس الطريقة نأخذ قياس القطعة أو الضلع الرأس عند التدريجة 0 والرأس الثاني عند التدريجة 10 وبالتالي قياس هذا الضلع هو 10 سنتيمتر قياس الضلع الثالث بنفس الطريقة نجد 7 سنتيمتر نلاحظ أن قياسات أطلع المثلت مختلفة وللتأكد من اختلاف تقايس أطلع هذا المثلت يمكننا أيضا أن نستعين بالبركار إذن نفتح البركار ونأخذ قياس هذا الضلع ثم نقارنه مع قياس الضلع الثاني فنجد أنهما غير متقايسين إذن نقارنه مع قياس الضلع الثالث كذلك غير متقايسين لأن نقارن قياس الضلع الثاني مع قياس الضلع الثالث بهذا الشكل إذن نلاحظ أنهما أيضا غير متقايسين بما أن قياسات أطلع هذا المثلت مختلفة نقول أنه متلت مختلف الأطلع بالفرنسية يسمى تخيانجل كالكونك كالكونك مرادفها بالعربية يعني عادي وبالتالي هذا المتلت يمثل المتلت بصفة عامة أو بشكله العام وهذا يعني وجود أنواع أخرى من المتلتات والتي تسمى بالمتلتات الخاصة إذن ما هي المتلتات الخاصة وكيف يتم إنشاؤها وهذا ما سوف نراه في هذا الدرس نبدأ على بركة الله ننطلق مع وضعية البناء والتي سوف نتعرف من خلالها أنواع المتلتات وتصنيفها تبعا لخاصيتها ألاحظ وأكتشف باستعمال أدوات الهندسية المناسبة ثم أتمم الجدول إذا لدينا ثلاث أنواع من المتلتات سوف نركز على ثلاث خصائص الزاوية القائمة ضلعان فقط متقايسا وثلاث أضلاع متقايسة إذن نبدأ بالزاوية القائمة طبعا سوف نستعمل الكوس لنبحث أو نكتشف الزاوية القائمة الموجودة في هذه المتلتات إذن نلاحظ أن هنا لدينا زاوية قائمة واحدة إذن نبحث في المتلت الثاني عن زاوية قائمة إذن هذه ليست زاوية قائمة أيضا هنا ليست لدينا زاوية قائمة وهنا كذلك ليست لدينا زاوية قائمة نبحث في المتلت الثالث عن زاوية قائمة فهنا جزا أن نلاحظ هنا ليست لدينا زاوية قائمة أيضا هنا ليست لدينا زاوية قائمة وهنا أيضا ليست لدينا زاوية قائمة إذن هذا المتلت لا يحتوي على زاوية قائمة هذا المتلت يحتوي على زاوية قائمة واحدة وهذا المتلت أيضا لا يحتوي على زاوية قائمة نأتي إلى الخاصية الثانية ونبحث عن ذلعان متقايثا في كل متلت إما هنا نستعمل المصطرع فنأخذ قياسات جميع أضلاع المتلت ونقارن بين هذه القياسات أو نختصر الوقت ونستعمل البركار إذن نفتح البركار ونأخذ قياس أحد أضلاع هذا المتلت ثم نقارنه مع الضلع الثاني هنا هذا الضلع لا يقايس هذا الضلع أيضا نقارن قياس هذا الضلع مع الضلع الثالث أيضا غير متقايس بقي لنا أن نقارن هدين الضلعين إذن نأخذ هنا فتحة البركار على قياس هذا الضلع ونقارنه مع الضلع آخر إذن نلاحظ أن المتلت لا يحتوي على ضلعان فقط متقايسا نأتي إلى المتلت الثاني بنفس الطريقة نفتح البركار على قياس أحد أضلاع هذا المتلت ونقارنه مع قياس الضلع الثاني نلاحظ أن هنا لدينا هذا الضلع يقايس هذا الضلع أيضا هنا نلاحظ أن هذا الضلع يقايس هذا الضلع إذن في هذا المتلت جميع أضلاعه متقايسة وليس فقط ضلعان متقايسة أو نقول له ثلاثة أضلاع متقايسة نقر إلى المتلت الثالث إذن هنا نفتح البركار على أحد أضلاع المتلت ونقارنها إذن هنا نلاحظ أن هذا الضلع لا يقايس هذا الضلع كذلك لا يقايس الضلع الثالث الآن بقي لنا أن نقارن بين قياس هذين الضلعين نفتح فتح البركار على قياس أحد هذه الأضلاع ثم نقارنهما الضلع فنلاحظ أنهما متقايسان إذن المتلت له ضلعان فقط متقايسان إذن بالنسبة للمتلت الأول له زاوية قائمة واحدة إذن جميع أضلاعه مختلفة القياسات متلت الثاني جميع أضلاعه متقايسة متلت الثالث له ضلعان فقط متقايسان إما أن هذا المتلت له زاوية قائمة واحدة فإسمه سوف نأخذه من الخاصية التي يتميز بها وهي متلت قائم الزاوية متلت الثاني جميع أضلاعه متقايسة إذن نقول أنه متلت متساوي الأضلاع متلت الثالث له ضلعان فقط متقايسان نقول أنه متلت متساوي الساقين وبالتالي فالمتلت لاتت أنواع والتي تسمى بالمتلتات الخاصة وهي متلت قائم الزاوية متلت متساوي الأضلاع ومتلت متساوي الساقين والمتلت بشكله العام أو بصفة عامة هو ما ندعو له بمتلت مختلف الأضلاع نمر الآن إلى الوضعية الثانية والتي سوف نتعرف فيها كيفية إنشاء المتلتات بمعرفة أبعادها باستعمال أدوات الهندسية المناسبة نبدأ مع السؤال الأول أنشئوا متلت أطوال أضلاعه 6 سنتيمتر 8 سنتيمتر و 10 سنتيمتر إذن هنا نلاحظ أن لدينا قياسات أضلاع هذا المتلت مختلفة إذن هذا النوع هو متلت مختلف الأضلاع أولا سوف نستعين بالمسطرة لرسم أحد أضلاع هذا المتلت والذي قياسه 10 سنتيمتر إذن نرسم قطعة قياسها 10 سنتيمتر ثم نأخذ البركار لأخذ قياس 8 سنتيمتر من على المسطرة إذن نفتح فتحة البركار على 8 سنتيمتر بحيث الإبرة تكون في التدريج الصفر والقلم رأس القلم يكون في التدريجة 8 إذن أخذت قياس 8 سنتيمتر إذن نضع الإبرة على رأس القطعة ونرسم قوس من هذا الجانب ثم بعد ذلك نأخذ البركار ونفتحه على قياس 6 سنتيمتر بنفس الطريقة إذن الإبرة على تدريج الصفر القلم على التدريجة 6 سنتيمتر ونأتي إلى الجهة الأخرى لهذه القطعة ونرسم قوس آخر إذن تقاطع القوسين هو الرأس الثالث لهذا المتلت الآن سوف نصل بخط بين هذا الرأس وهذا الرأس ليعطينا الطلع الذي قياسه 8 سنتيمتر ثم نصل أيضا بين الرأسين ليعطينا الضلع الذي قياسه 6 سنتيمتر ذلك نحصل على متلت مختلف الأطلع سؤال الثاني أنشئ متلت متساوي الأطلع قياس ضلعه 9 سنتيمتر إذن نأخذ المسطر أولا ونرسم قطعة قياسها 9 سنتيمتر نحدد هنا نقطة البداية ونقطة نهاية لهذه القطعة ثم نأخذ البركار فنفتحه على قياس 9 سنتيمتر إما انطلاقا من المسطرة أو نأخذ القياس انطلاقا من القطعة التي رسمنا إذن نضع الإبرة على هذا الرأس أو بداية هذه القطعة ونرسم قوس نحتفظ بنفس القياس على البركار يعني دون أن نغير في فتحته ونمر إلى الرأس الثاني أو نقطة نهاية هذه القطعة ونرسم القوس الثاني إذن تقاطع القوسين هو الذي يمثل لنا الرأس الثالث لهذا المثلث إذن نحدد الرأس الثالث والآن نرسمه باستعمال المسطرة وفي نفس الوقت نتأكد من أن قياسها هو 9 سنتيمتر كذلك بالنسبة للضلع الثالث نلاحظوا معي بل لدينا هنا 9 سنتيمتر ونحصل على متلت متساوي الأضلع قياس ضلعه هو 9 سنتيمتر نمر إلى السؤال الثالث أنشئ متلت متساوي الساقي إذن ضلع طوله 10 سنتيمتر وضلعان طول كل منهما 8 سنتيمتر إذن متلت متساوي الساقين يعني له ضلعان لهما نفس الطول وهو 8 سنتيمتر والضلع ثالث قياسه 10 سنتيمتر نحن سوف نبدأ بقياس هذا الضلع يعني القياسه مخالف لقياسات الضلعين الآخرين إذن نأخذ المسطرة نأخذ عليها قياس 10 سنتيمتر لنرسم قطعة طولها 10 سنتيمتر إذن نقطة البداية ونقطة النهاية هما يمثلان رأسه هذا المتلت المرحلة الثانية سوف نأخذ قياس 8 سنتيمتر من على المسطرة إذن الإبرة على التدريجة الصفر ونأخذ رأس القلم على التدريجة 8 يعني بهذه الطريقة ثم نضع الإبرة على بداية أو نقطة بداية هذه القطعة ونرسم قوس نحتفظ بنفس القياس ونذهب إلى الجهة الأخرى ونرسم القوس الثاني تقاطع القوسين هو الرأس الثالث لهذا المتلت إذن هنا لدينا رأس الثالث الآن سوف نصل بخط وفي نفس الوقت نتأكد من أن القياس هو 8 سنتيمتر كما نلاحظ هنا على المسطرة ونصل بخط كذلك الجهة الأخرى نصل بين النقطتين أو الرأسين إذن لدينا هنا 8 سنتيمتر وبالتالي نحصل على متلة متساوي الساقين سؤال الثالث أنشئ متلة قائم الزاوية قياس طولي ضلعي زاويته القائمة 11 سنتيمتر و7 سنتيمتر إذن كما نلاحظ هذا متلة قائم الزاوية قياسات أضلعي هنا مختلفة إذن نرسم الطلع الأول وهو 11 سنتيمتر باستعمال المسطرة إذن نرسم قطعة قياسها 11 سنتيمتر ونحدد نقطة البداية ونقطة نهاية لهذه القطعة ثم نأخذ الكوس لنرسم الزاوية القائمة حيث يتطابق هذا الضلع مع أحد أضلع الزاوية القائمة للكوس والضلع الثاني للزاوية القائمة سوف نحدد عليه قياس 7 سنتيمتر إذن لدينا هنا 7 سنتيمتر نضع قياس 7 سنتيمتر باستعمال النقطة يمكننا أن نرسم هنا ضلع الزاوية القائمة أو يمكن أن نرسم هذا الزلع بهذه الطريقة بحيث نصل بين بداية هذه القطعة والنقطة التي حددنا سابقا ونحصل على زاوية قائمة قياس ضلعها هنا 11 سنتيمتر وهنا 7 سنتيمتر إذن الآن سوف نرسم الضلع الثالث نصل بخط بين الرأسين نحصل على متلة قائم الزاوية قياس ضلع زاويته القائمة 11 سنتيمتر و7 سنتيمتر وبذلك نأتي إلى نهاية حصتنا البنائية نلقاكم على خير في درس جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة